قد سمت وعلت في عالم الملكوت الأعلى تكون واقفة بين يدي الله إذا كان الوقوف بين يدي الله في ظلمة الليل يعين على الوقوف في الآخرة فكيف بيعانته على الوقوف مما شهوات الدنيا مما شبهاتها أمام ما تراه عيناك أمام ما تسمعه أذناك أمام غير ذلك من الشهوات التي لن فكاك من حياتك منها أن تكون حولك لا تصدع أن تجعلها أن تعيش بدونها أي من غير أن تراها لأن طبيعة العمل طبيعة الحياة طبيعة المكان الذي أنت فيه إلا أن يكون غاء مغرقاً في الشهوات مغرقاً في الشبهات تسمع ترى تبصر لكن متى تعان على غض الطرف متى تعان على أن تحول بين جسدك وبين الوقوع في الوحل والرذيلة هو أن تكون سمو بروحك كيف تكون سامياً بروحك أن تحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الليل السمو بالأرواح مهم جداً لا يغلبنك الشيطان وتبقى ليلك كله لم تقف على بين يدي الله في صلاة فإن غلبت ليلة ليلتين ثلاث أكثر أقل فحاول أن تقضيها في النهار تصليها شفعاً تصليها شفعاً